كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المسؤولين بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة لتنقية المياه بما يقدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه وذلك في ظل تنمي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة